السلام عليكم ثقرير الولايات المتحدة تحذر إسرائيل من عدم فعالية الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية إن لم تكن مشتركا فالقنم فاشترك وإذا كنت من المشترك لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو قال ثقرير أمريكي إن واشنطن حدرت إسرائيل من أن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية غير فعال بتاتا جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ونقلته عنها صحيفة يدعوث أحرانوت العبرية يوم الاثنين وتزعم المخابرات الأمريكية والمفتشين النوويين الدوليين أن طهران تمكنت بسرعة من تحسين المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للهجوم من قبل إسرائيل والتي كانت تأمل في تعطيل إنتاج أجهزة الطرد المركزية وثأخير وصول إيران إلى القنفلة وبحسب المصادر التي تحدثت إلى نيويورك تايمز فقد قام الإيرانيون بتركيب آلات جديدة يمكنها تخصيب اليورانيوم بمعدل أسرع بكثير وصف مسؤول أمريكي كابير برنامج إعادة ثأهيل المنشآت النووية الإيرانية بأنه إعادت البناء بشكل أفضل ووفقا للثقارير حدرت الولايات المتحدة إسرائيل من أن المناقشات التي جرت خلف الكواليس من أن الهجمات المتكررة على المنشآت النووية كانت مرضية من الناحية الثكثيكية لكنها أدت في النهاية إلى إنتاج أو نتائج معاكسة وقال مسؤولون في إسرائيل إن بلادهم لا تعتزم ثخفيف نهجها ضد إيران وأعلنوا رفضهم المزاعمة الأمريكية بأن الهجمات تشجع على إعادة الإعمار التي تساعد في تسريع البرنامج النووي وقالت الصحيفة إن النهج الإسرائيلي القاد باستخدام القوة ضد البرنامج النووي الإيراني يتعارض مع برنامج الأمريكيين الذين يؤيدون الديبلوماسيا ويأثي هذا التقرير على خلفية قرب استئناف المحادثات النووية نهاية الشهر الجاري في فيينا لإحياء الاتفاق الذي وقعته القوة الكبرى مع إيران عام 2015 وإن سحبت منه وارجنطن عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في الأخير إذا كنتم من المهتمين بالنووي من الأخبار لا تنسوا للشراك لتتواصلوا بالجديد وشكرا